هو شيخ المالكية الذي اعتزل الدنيا لأكثر من ربع قرن قال بأنه لم يرى خلالها نهر النيل قط تفرغ للعلم فخرج إلى الدنيا بكتابه القيم المختصر الذي عالج فيه أكثر من 200 ألف مسألة خليل بن إصحاق في مصر أرض المجددين يتمثل مشروع خليل بن إصحاق الجنج المالكي وهو تلميذ بن الحاج والذي مكث في الأظهر 25 سنة لا يخرج حتى يتم المختصر وهو مختصر لجامع الأمهات والذي صار فيما بعد الكتاب الأساسي لجمع المذهب المالكي ومنع شتاته فكان نقطة انطلاق جديدة أثرت في من بعده وجمعت المذهب وحافظت عليه رحم الله الخليل فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي وجمع أهلا محضرتك مرحبا بكم أهلا وسهلا فضل دكتور نتحدث اليوم عن شيخ المالكة يا خليل بن إصحاق نود أن نتعرف أولا من فضلاتكم على المشروع التجديدي لابن إصحاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وآله وصحبه ومن ولا خليل بن إصحاق الجندي وهكذا يسمى ولد سنة سبعومية على رأس القرن الثامن ومات سبعومية سبع وستين يعني عنده سبع وستين سنة خليل رحمه الله تعالى درس على علماء المالكية هو أبوه كان حنفي لكنه لما ذهب به إلى الأزهر الشريف درس فوجد مجموعة من العلماء المالكية استطاعوا أن يجعلوه خليل ودرس على ابن الحاج ابن الحاج له كتاب اسمه المدخل في تصحيح الأعمال بالنيات وعنوان المدخل ده بتاع شيخه ابن الحاج صفحتين يعني الكتاب بيبقى كلمتين ولا كده يقولك الأم للشافعي أو مثلا تهذيب التهذيب وخلاص لا ده اسمه المدخل لتصحيح الأعمال بالنيات الصالحات وفضل يوصف 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 لمدة صفحتين ده العنوان عنوان الكتاب والكتاب ده طبع في ثلاث مجلدات وفيه بيبين ابن الحاج كيف تجعل كل أعمالك متصلة بالنيات ابن الحاج ده هو أستاذ خليل خليل جلس خمسة وعشرين سنة في الأظهر حبس نفسه يعني حبس اختياري لم يخج من الأظهر من الجامع الأظهر ليه منشغل بالعلم منشغل بتتبع وشرح وحفظ جامع الأمهات لابن الحاجب ابن الحاجب كان من أذكياء العلم وكان من كبار المريكية وقلف كتابا جامعا جمع فيه المذهب الملكي وهذا هو الذي اختصره خليل في مختصره عايز يمشي وراء كل كلمة ويشوف كل الملكية قالوا إيه ابتدى المذهب الملكي في هذا العصر بالتشتت فضبطه خليل يعني خليل المشروع بتاعه إن الملكية دول ما يبقوش عشرين تلاتين جهة جمعهم حرر المذهب تحريرا شديدا وجعل المختصر عنوانا على هذا الجمع لولا خليل كنا هنبقى دلوقتي معانا حاجة اسمها ملكية الوجه البحر ملكية الصعيد ملكية المغرب ملكية الجزائر ملكية ليبيا ملكية تونس ملكية الشرق ملكية الغرب وهكذا ودي حاجة ما حصلتش في الفقه الإسلامي لأن الله خصص في كل مذهب من يجمع أمره بحيث أنه يبقى ويبقى له ملامح واضحة وقواعد واضحة وأدوات واضحة علمية وليست تكون بهذا الزخم والكثرة والزحام بحيث أنها نصل بها إلى التشتت فيبقى إذن مشروع التجديدي لخليل بن إصحاق الجندي كان يتمثل في تحرير المذهب المالكي وده بنسميه كده لما نروح هناك عند الشفعية نلاقي ستة عملوا كده الإمام الغزالي والإمام الجويني وبعدين الإمام النووي والإمام الرافعي وبعدين الإمام ابن حجر الهيتامي مش العسقلاني واحد تاني ابن حجر الهيتامي وشمس الدين الرملي الستة دول عملوا كده تحرروا المذهب فالمذهب الشفعية فضل لغاية النهاردة قابل للتطوير قابل للعطاء قابل أن يعيش عصر المذهب المالكي خليل خليل ده ابن عبدالبر عمل كده في المذهب المالكي قبل كده ولما جه خليل خليل وحد المذهب المالكي وأذهب شتاته وجعل مختصره عمدة متفق عليها كل العلماء كل ما تدرس مختصر خليل كل ما تنبهر به قعد خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة وهو في حبس اختياري لم يفعله أحد قال لم أرى النيلة خمسة وعشرين سنة ما خرجش تأبيدة تأبيدة اختيارية اختيارية وهو مبسوط بكده وقاعد في المسجد بيبقى إيه الدافع يا مولاد؟ يعني معلش أرجوك حب العلم إدمان العلم العلم أصل هو له رونق وله يسموها دلوقتي علماء النفس علماء شهوة المعرفة شهوة المعرفة دي شهوة بس يقطع نفسه عن الدنيا والحياة والجواز والعيال هو مش حسس بكل الكلام ده ولا ليه دعوة بيه خالص خالص نهائي أنا كنت لما أقرأ كده أتعجب أقول يعني معقول واحد يعني ما راحش حتى مشى رجليه وبعدين لقينا من مشايخنا العبارات التالية كان بعض مشايخنا يلازم البيت فتلاقيه يمرض بسرعة لأنه فيش حركة فملازمة البيت من غير حركة ومن غير برنامج تجعل أسنانهم زي كده 67 سنة خلاص يعني أخرها كده القضية التانية حدثا الشيخ أحمد مرسي شيخنا كان واحد اسمه الشيخ أحمد يعني شيخنا مولود 1897 فجه الشيخ المراغي وتولى الأزهر وكان عنده مشكلة أن في أولاد عندهم 60 سنة و70 سنة ولسه موجودين طلبة في الأزهر فقال لهم يا أولاد ما تدخلوا الامتحانات وخذوا العالمية قالوا له لا مولانا هنروح فين فرح أطيهم كلهم العالمية وطلعهم بر الأزهر فكان من ضمن دي واحد اسمه الشيخ أحمد الشامي والشيخ أحمد الشامي ده أبوه جابه من الشام وقال له تقعد هنا وهنا الجنة وهي دي وتدرس وتعمل وتبقى عالم هتطلع بره هنا ده هنا بقى الدنيا وهي النار فالولد يعيني الصغير دخل الأزهر على أساس أنه هو داخل الجنة ولما هيطلع هيطلع يعني مش هوا كده فلما اتفضت التكدسات دي علشان يبقى نوع من أنواع الإصلاح الأكاديمي خرج الشيخ أحمد وهو عنده ستين سنة تقريبا يعني وهو كان عنده ساعتها تقريبا خمسة وخمسين سنة في هذا الوقت فلما خرج الشيخ أحمد وجد شيئا على التربيزة فقال له يا شيخ هذا ماذا إيه ده النبات ده أو الحاجة دي اللي موجودة على التربيزة بتتباع جاء برا الأزهر جاء مثل الأزهر الشيخ بيقول لي فانا حدث في نفسي إنه عايز يأكل خرط البطيخ ده كان بطيخ كان بطيخ آه عايز يأكل فبيقول لي العبارة هو مكسوف يقول عايز فبيقوله إيه اللي على التربيزة إيه اللي على التربيزة مش ميصدق إنه هو مش عارف البطيخ قال له هذا بطيخ قال له هذا هو البطيخ مش ميصدق الشيخ إنه واحد مش عارف البطيخ أو البطيخ فقال له أيها ورح اشترى له بمليم ولا حاجة ولا بتعريف ساعتها حتى كده فوجد أنه بعد ما انتهى من الأحمر يريد أن يأكل الانهار الاشرى الجامد يا خبرات جامد فعرف أنه صادق أنه ما شافش قبل كده بطيخ فمشي معه في الأظهر كده فشاف واحد من كبار المشايخ والشيخ ده كان رئيس المحكمة العليا الشرعية فقال له زيك يا شيخ فلان قال له الحمد لله زيك يا شيخ أحمد كيف الحاله بدا قال له انت بقيت ايه يا شيخ فلان قال له أنا قاضي ما أريدش يقول له رئيس المحكمة العليا الشرعية قال له قاضي فبكى الشيخ أحمد وقال له يا شيخ فلان ده أنت كنت بليد فمن بكاه هذا يعني اللي اتنين وسوه وكذا إلى آخر ويقول الشيخ أحمد أنه اختفى بعد ذلك ما لقهوش بعد ذلك لعله صدمة بالحياة الخارجية فأمثال إسحاق بن خليل كانوا مومودين ولكن الحقيقة أنه إسحاق كان صاحب مشروع تجديد طب أستاذ أنفضلتك نخرج إلى الفاصل سريع وبعد الفاصل نتعرف بها على منجزاته العلمية بشكل أكتر ونتعرف على سرطه بشكل أقرب فأستاذ أنفضلتك وأستاذ أنكم نخرج إلى الفاصل سريع ابقوا موسيقى قبل أن تصل لمقام شيخ الإسلام والمسلمين وشيخ المالكية وقط برحاها العلامة خليل بن إسحاق المالكي حيث تسكن روحه في داخل مقابر المجبدين لتلقي على روحه السلام وتترحم على شيخه وأستاذه عبد الله المنوفي والذي دفن بجواره لكي تتلازم أرواحهما بعد الموت كما تلازمت في رحلة الحياة والعلم ومن تلك البقعة تشعر فيها بعبق التاريخ الإسلامي فبمدخل الطريق إلى مقام علمنا الجليل تجد مسجد السلطان قايد باي والذي وصفه المؤرخون بأنه تحفة معمارية مرحب مرة أخرى بفضيلة الدكتور علي الجمعة أهلاً بفضيلة أهلاً ومرحباً بكم أهلاً بكم علينا بنستجمل الحديث حول هذه القامة والقيمة الكبيرة ونتحول إلى واحد من أبرز مؤلفاته وهو مناسك خليل ماذا يقصد بالكتاب المناسك؟ خاصة أنه واحد من سبع مؤلفات بس يعني هو فعلاً الإمام خليل لأنه كان متقناً لما يفعل ألف كتباً قليلة عدده يمكن سبع عنوين تقريباً والمناسك معناها أحكام الحج وأحكام الحج من المسائل التي تفرض وتسمى تسمية خاصة في الفقه الإسلامي من ضمن هذه المسائل المناسك يعني الحج من ضمن هذه المسائل التي تفرض الصلاة فيتكلم عن الصلاة فقط عن كتاب الصلاة فقط من ضمن هذه المسائل الميراث حتى صار علماً وكأنه علم مستقل علم الفرائض يبقى الميراث ده الواحد يدرس الواحده وإن كان هو أحد كتب أو أبواب أو ما يذكر فيه علم الفقه فكثير من العلماء ترى لهم المنسك المنسك أو المناسك المناسك جمع أو المنسك مفرد يتكلم عن أحكام الحج ليه يجعلونه منفرداً لأن أحكام الحج كان كثير من الناس لم يحج الحج دي قضية لما نرحل من المغرب لغاية الحج ياخد لها سنة رايح جاي ويقعدوا بقى في كل مدينة 20 يوم شهر علشان يتهيأوا ويرجعوا وعلشان كمان يلتقوا مع الناس ويبقى الرحلة سرية باللقاء الناس وكثير منهم ألف في هذا الجانب الجانب الرحلات يقول لك رحلة العياشي رحلة ابن رشايد سبع مجلدات رحلة ابن بطوطة رحلة كذا ابن بوبير فكان الحج هو فين الصفة وفين المروة وفين الملتزم وفين العرفات وفين منها مش واضحة عنده كثير منها فكانوا يهتمون جداً بإيضاحيها وبالكلام عليها وبأحكمها حتى لو لم يحب فكان كتاب المنسك الحقيقة هو نتاج ما فعله أو أول نتاج ما فعله من شرح جامع الأمهات وده الكتاب الضخم بتاعه التوضيح وهو أجل شرح على جامع الأمهات لابن الحالي أثناء ما هو بيقل في التوضيح شرح جامع الأمهات درس المسائل وعرف أصولها وعرف فروعها وعرف علاقتها مع الفروع الأخرى وعرف 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 فخرج المختصر يعني جلوسه في عمل المختصر 25 سنة هو كان نتاج لشرحه لجامع الأمهات جامع الأمهات ينطلق منه ويشرحه ويستوفيه ويحاول أن يصوه ما توصل إليه في هذه المسألة فيه المختصر والمختصر يقول لك فيه مئة ألف مسألة نصا ومئة ألف مسألة فهما يعني لما تعدوهم كده لما تقسمها جمال مفيدة يطلعوا مئة ألف جملة لما تفهم منها إيه يطلع لك مئة تانية يعني حوالي متين ألف قضية أو عنوان 200 ألف مسألة تتعلمهم وانت عارف المختصر ولذلك المختصر ده ترجم إلى اللغات المختلفة ترجم إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية بالرغم من صعوبته وصعوبة تراكيبه إلا أنه كان هناك اهتمام بليغ لمعرفة هذا الحدث الأكثر إتقانا فالمختصر بتاع خليل تتلمد عليه في الشرق والغرب أول ما كتبه وأول ما الناس قريته انبهرت به وحقق شعره بجاذبية نحن سيبك بقى من تعقيد العبارة ومن فده ما بيأثرش في انجزاب الناس إيه ده بالعكس ده بيبقى أعمق فهما وأعمق معنا من العبارات اللي احنا بنسميها دلوقتي فأصرنا عبارات صحفية يعني حاجة كده يفهمها كل العوامة بس ده مش معمول للعوامة ده معمول لكبار العلماء إنهم يهتموا به حتى يحدث هذا مختصر خليل كان مرحلة في التأليف مهمة بدأنا بالكتب الإملائية مثل الأم للشافعي وكتب الشافعي ورسانة الشافعي وكذا تنينا بأنه ده نتوسع فيه ونكتب نثرا ثم بعد ذلك تحول إلى نظر ثم بعد ذلك تحول إلى شرح ثم بعد ذلك تحول إلى إختصار والمختصارات دي بقى شاعة فهي مرحلة من مراحل التعليم وهذا ملخص ما كان عليه مشروع إسحاق خليل بن إسحاق الجندي المتوفى سنة 767 رحمة الله يعليم شكر لكم فوق دكتور أهلا وسهلا شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتك إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة لبس الرجال الذهب والحرير وقع الخلاف بين العلماء حول حل لبس الرجل للذهب والحرير وجماهير جماهير العلماء على أنه حرام فقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بكل من الذهب والحرير وقال هادان هادان حرام على ذكور أمة حلال لإناثها والخروج من الخلاف أولى فعل الرجال أن يتنزه عن لبس الذهب والحرير حتى ولو كان فيها خلاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة